قام محافظ العاصمة الموقع تعدان أحمد سالمين بزيارة لمبنى مؤسسة الأمل الترموية للطلاب المتفوقين بمديرية خور مكسر وطلع المحافظ من نائب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة نصر بغريب على نشاط المؤسسة والتي قدمت خلالها ثلاثين عاما الرعاية لمآت الطلاب والطالبات المتفوقين وفق شروط والمعايير المتبعة بنظام المؤسسة وشار بغريب إلى أن المؤسسة تستقبل سنويا قرابة 150 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط بما يصل إجمال من ترعاهم المؤسسة حاليا إلى 407 طالب وطالبة في جميع تخصصات كليات جامعة عدن وأبيان والضالع ولحج وفي كلية المجتمع ومعهد أمين ناشر وغيرها من المعاهد هذا وقد أشهد محافظ عدن بدور مؤسسة الأمل الترموية لدعم تشكيع الطلاب والطالبات المتفوقين ووجه باعتماد عشر منح شهرية لدراسة اللغة الإنجليزية للطلاب والطالبات المتفوقين الذين ترعاهم المؤسسة كإسهام من السلطة المحلية وغيادة المحافظة في تشجيع الأقبال على التعليم ودعم المتفوقين والمتفوقات الذين يستحقون الرعاية والاهتمام من قبل الجميع باعتبارهم أمل المستقبل وصناع الغد المشرق اشتركوا في القناة